تراوح عربة المشهد السياسي في العراق مكانها بعد تكليف هو أقرب لحل نزاع لعادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة فخرج الرجل بآلية تشبه مسابقات الينصيب أو دعاية إعلاناتها لتسمية وزراء حكومته وذلك عبر الترشيح الألكتروني وبصرف النظر عن أحاديث السخرية والتندر من الآلية إلا أنها كانت نوعا من التغطية على النظام الحقيقي المعتمد لتوزيع المناصب في العراق إنها المحاصصة وكالة فرانس بريس قالت إن توزيع الحقائب الوزارية في العراق سيتم كما في الحكومات السابقة عبر المحاصصة نقلة عن مصدر مطلع قوله إن من المستحيل أن تطرح الكتل السياسية مرشحين من خارجها للمناصب الوزارية إذ أنها ستقدم أربعة مرشحين لكل وزارة ويختار عبد المهدي واحدا منهم ويشترك شركاء العملية السياسية في العراق برفع شعارات التغيير والإصلاح وتجوز عامل المحاصصة في توزيع المناصب مسايرة لرغبة الشارع لكنها تواصل في واقع الحال جهودها للفوز بحصصها في الحكومة المقبلة ويسوق لذلك تحت جملة من المفاهيم الفطفاضة من قبيل ترك الحرية للرئيس المكلف باغتيار من يشاء لكنهم حصرا من مرشحي الأحزاب بشهادة المتحدث باسم ائتلاف الفتح أحمد الأسدي الذي قال إن الأحزاب تتعامل بالعقلية ذاتها وستفعل ما بوسعها للإبقاء على المناصب الحكومية تحت تصرفها في وقت يتعرض فيه عبد المهدي بحسب تحالف سائرون لضغوطات وتهديدات سياسية بسحب الثقة عنه مبكرا في حال عدم اختياره لمرشحي تلك الكتل للمناصب المهمة في حكومته المرتقبة التي قد تهوي عند أول عثرة وفق حديث الناطق باسم تيار الحكمة محمد المياحي حينما قال إن أي حكومة جليلة ستشكل دون مشاركة القوى السياسية ستغرق في أول زخة مطر مشيرا إلى أن غياب مشاركة القوى والأحزاب في الحكومة وعدم دعمها في البرلمان تعني العودة إلى الوراء وفي اختلاف المفاهيم واتحاد العبارات لا تعني العودة إلى الوراء عودة إلى طاولة المفاوضات بل قد تعني إغراق البلاد مجددا ببرك من الدم وبناء على تجارب خمسة عشر عاما فإن العراقيين يدفعون من دمائهم وأموالهم إن اختلف الساسة على جزء من الكاكة ترجمة نانسي قنقر